تحول برنامج الديمقراطية الذي تبثه قناة المستقلة العراقية إلى حلبة للملاكمة بين ضيفين البرنامج بعد اختلافهما خلال النقاش وبعد أن أتى أحد الضيوف على ذكر صدام حسين الرئيسة العراقية الحال الراحل قام الضيف الآخر بالدفاع عنه وسرعان ما بدأ الضيفان بتبادل اللكمات على الهواء ولم يستطع مقدم البرنامج الوصولة بسرعة إلى الضيفين للفصل بينهما كما لم تقم الفضائية بقطع الإرسال بل ظل صوت العراقي مسموعا من الكواليس لدقائق قبل وقف البرنامج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة